اشتركوا في القناة ابو فاكر نحنا صار لازم نتقبل ونفهم الخسارة لا يا مجوزيفت احنا ما خسرنا نحنا بس لك يا ابو فاكر شلون ما خسرنا ليكوا النظام رجع سيطر والناس يلي ماتوا تحت التعذيب بالمعتقلات تسلمت شهاداتهم وفاتن واللاجئين يلي ما عليهم شي عم بيضبوا غرادهم لا يرجعوا ويلي عليهم شي صار اسموا المعارضة خارجية وعقود الاستثمار بالبلاد عم تتقدم وغير كل هات عم تنفتح لحدود للسياحة والبضايا ايه شو بدك اكتر من هيك لتستوعب انه نحنا خسرنا نحنا يلي كان بدنا حقوقنا وكرامتنا ببلد بدون فساد ام جوزيف شبكي انت عم تحكي هالحاكي والله صدمتيني ابو فاكر انا ما حكيت غير الواقع يلي انت ما لك حابة بتشوفه يعني انت حابة تشوفي هيك ما لي حابة بس لازم شوفه لحتى اعرف وقفهم المرحلة الجاية وتحضر له المرحلة الجاية ليش مين قال انه هاي المرحلة خلصة والمظاهرات اذا طلعت فعم بتكون يا ضد الفصائل يا ضد قصد يا ضد الداعش يا ضد النظام صح بس قصدي ما عد في هدف واحد لكل الشعب مسبحتنا فرطت وبدها لمو ضمن اول وجديد حتى اذا اجيت معك بهذا الحكي هذا مو معناته انه النظام انتصر علينا لانه هو هلأ محكوم ومسيطر عليه من روسيا وايران يعني ما هو لحاله صح وبلشت تفهم علي النظام ما انتصر علينا لانه هو والبلد هلأ تحت سيطرة روسيا وايران ونحن اذا كنا عملنا ثورة قبل عن نظام فهلأ ثورتنا بتكون عن نظام وعا روسيا وايران وغيرها من الجهات يلي ادخلت بالبلد وعا داعش واشكالها من الفصائل المضطرفة يلي حسبت حالة عالثورة وعا حالنا كمان لحتى نعرف نضل ايد واحدة وما نتشتت ونتأسم تحت شعارات ما بتخدم غير مصالح جهات معينة اي انا معك معك بهالحكي تمام وما انا مختلفين وحتى هاي بدي ثورة لازم نثور على حالنا لنتعلم نجتمع على نقاط الاتفاق وندور على نقاط الاختلاف ونتخانق عليها خلص فهمت عليكي يعني هلأ نحن متفقين انو الثورة ما خلصت بس هي دخلة مرحلة جديدة الى متطلباتها ونحن لازم نفهم هاي المتطلبات ما هادي اللي صار لي ساعم بحكي نحن حتى لازم نسور على طريقة حواراتنا وفهمنا للامور وإلا ما رح نقدر نغير شي شو بنا ام جوزيف كأنو وصل البلة دقني بالمرحلة الجديدة ما عد فيه دقنا ممشطة يا حبيبي شكلك بالمرحلة الجديدة رح تثوري علي جوز كلام اشتركوا في القناة